أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفدة المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفاهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراصخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وتم التجديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع النطاق الصراع لما لذلك منع واقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي موسيقى